حقيقة أيها الأخوة المواطنون وتزامنا مع الاحتفال الذي كان قبل يومين في العيد الوطن العراقي شوفوا احنا انا لا انظر للاحتفال بالجانب الرسمي بقدر ما انظر الى بالجانب الشعبي يعني مثلا عندما نتحدث عن قضاء الدبس احنا نعرف شنو الظروف اللي مر به هذا القضاء على مدى كل السنوات المريرة الماضية من استهدافات الارهابيين من الوضع اللي مر به المواطنين لكن ان يقوم ابناء الدبس وبرعاية القاد العراقي الشيخ خميس الخنجر وبمبادرة من المهندس محمد ابراهيم حافظ الى اقامة تجمع حقيقة مفخرة هذا التجمع تحية الهل الدبس هؤلاء هم الذين يعني هذه التجمعات اللي تصير عفوية من ابناء الشعب اتجسد لك بانه المواطنين متمسكين بعراقيتهم متمسكين بحبهم للعراق بتطلعهم الى ان يكون بلدهم بمصاف الدول المتقدمة اذا هذا الاحتفال وهذا التجمع الكبير شهده قضاء الدبس احتفاء بالعيد الوطن العراقي وبرعاية القائد العراقي الشيخ خميس خنجر وبادرة من المهندس محمد ابراهيم حافظ وحمل كثير من الرسائل التي تؤكد على الحقوق ودعم الحكومة في مهامها والدفاع على المكاسب ووحدة العشاء العربية ورسالة السلام من قضاء الدبس اذا كان هؤلاء او هذه الجموع من الالاف الذين يتجمعوا مرفوعين رأس وهم يشاركون مؤكدين بان السنوات العجاف قد مرت ان شاء الله والجاي ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير والله يبارك بالجميع وبهذا الاحتفال النموذج هذا واحد هذا الاحتفال الوطني خو ما تجيبونا ما اعرف شنو يا جماعة يا جماعة خو ما تجيبونا اللي ما ادريش لابسين يا عمي هذا ذول اللي مثلوا العراق يجي سووا الاحتفالات خلوا الشعب يشعر بقيمة وطنه لكن الوقت المواطن اهم مو المهم ولا تجيبوه لي واحدة فانيش يشتمش يسمى ما عرف اقرأي فانيش ما عرف ان بس ان مو تجيبوهن وين وين بسحة الاحتفالات الكبرى جوقوا سي النصر اللي مروا من خلاله جنود العراق وجيوش العراق سواء قبل الفئة وثلاثة او بعد الفئة وثلاثة ضحوا بدمائهم من اجل العراق لا حرام عليكم حرام عليكم انا اكبر بمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء انهم قالوا احنا ما لنا علاقة بهذا الاحتفال هم ما كتبوا اسمنا بس احنا ما لنا علاقة ويعني الرجل يعني اكبر بالسيد احمد الاسدي ايضا وزير العمل اشوء اجتماعي انه هو راح احنا شفناه رايح لابس قاط ورباط لكن بعدين قال انا انسحبت من شفة الوضع هالشكل انه مو هذا الوضع اللي نتمنى لشعبنا ولا نتمنى للاحتفال وانسحبه نكبر بالسيد احمد الاسدي وزير العمل هذا الموقف الوطني فتحية والله الهل الدبس حقيقة رفعت راسه الهل الدبس والنعم منكم والنعم منكم رجع 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 في البداية الالاف رجع بارك الله بكم وشكرا يعني حقيقة لهذا التجمع وشكرا للبهندس محمد ابراهيم حافظ على هذه المبادرة شكرا شكرا على هذه المبادرة المتميزة هيش هيش الريد مبادرات رجع هذا هاي 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 هذوله هنه هنه يتجمعون ويوقفون ويعبرون عن موقفهم وحدة الموقف العراقي هاي 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 ه